موسيقى بإنتاون اليوم بستقبل المديرة التنفيذية في دايركتر سكات كوزات أمر أحرصها لكي كوزات بونجور علي كل شي منيح اشتقنا لك انا كمان يلا الدورة الثالثة بلشت هالشركة يلي مهمتها أكيد بمجال الإعلام وإنتاج البرامج عم تطلق الموسم الثالث خلينا نقول من مجموعة من ويركشوب أو ورش عمل خاصة بالمحترفين والهوات بمجال التلفزيون صحيح؟ صحيح طبعا بين الموسم الأول الموسم الثاني وهلأ الموسم الثالث في تغييرات أساسية في دورات جديدة اختصاصات جديدة بايركتر سكات رح نبدأ بالجديد مش هيك؟ أكيد أنا معك اليوم إليتا خبرك وخبر المشاهدين عن السبعة نيو ويركشوب عن الوركشوب الجديد وفي عنا أربع نيو كونسبت بلشينهم لأول مرة رح نحكى عنهم بالتفصيل خلينا بس أعددهم بالأول أنا كتير محمسة عليهم للوركشوب الجديد لحتى لنشوف كيف بدون يتلقون العالم لأن فيه كتير طلب على هذا النوع من الوركشوب هو الـ Event Management أو الـ Event Design الـ Digital Marketing اللي هو هلأ كيسح السوق الـ Look Makeover والـ Eticate والـ Body Language والفوتوغرافي اللي هالمرة عم تنعطى بإطار جدا مميز نحكى عنه بعد شوي أكيد ما بدنا ننسى تيفي ديركتينج تيفي بريزنتينج والأديتينج ممتاز رح نبدأ بالي جديد بعي اختصاص رح باليش أحكي عن ديجيتال ماركتينج لأنه وصاني جوزاف أنه خبر كل التفاصيل عنه لحتى لي يوصل للمستمعين هو ديجيتال ماركتينج موجه لكل شخص حابب يتعرف على العالم الأونلاين إذا كان صاحب مؤسسة صاحب شركة بده يوسع شغله أونلاين أو شخص حابب يشتغل بهذا الدمان ويصير يتعلم كيف يشتغل بالديجيتال ماركتينج بهذا الصف رح يكون لايف ديموز ما بيكون بورينج وكله تيوري بالإضافة للتيوري دايما في لايف ديموز وإشياء براتيك رح يتعلموا مع جوزافي عقوب كيف بيطلق أعلاناته على جوجل أكيد فيسبوك وإنستغرام ما مننسيون وكل مواقعك خدمة الأعلانات المدفوعة يصيروا هن كيف بيعرفوا يعملوا هيدول الإعلانات بدون ما يلجأوا لشركات خاصة ويدفعوا للمساري رح يتعلموا كمان كيف تحكموا بالويب سايت وبمواقع الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي السوشال ميديا كلها بأفضل طريقة وأقل كلفة لأنه دايما فيه تريكس وهيكي تيبس لازم يتعلمون كمان فيه شغلة كتير مهمة هي الأس اي او والأس اي ام الأس اي او هي السورتش أنجن أوبتمايزيشن عم بحكة عن كيف اللينكس والكيووردز بيشتغلوا مع بعضون حتى تصير الويب سايت تبين بالسورتش أنجن مثل جوجل مثلا بالصفحات الأولى يعني يكون الرانكينج تبعه أولى عالي يعني أول ما بتبلش تحط كيوورد بتبين بأول لاينز وأكيد كمان بالصفحة هتعرفوا قلت على الاس اي ام يلي هو سيرتش أنجن ماركتينج والإيميل ماركتينج والويب سايت ستراتيجي كل هول الأمور الجديد بعالم التسويق الإلكتروني كيف بيحضروا دعايات على السيرتش أنجن مثل جوجل بلينك أنا دايما بقول جوجل لأنه أول متر درشارش بس هو فيه كذا واحد فيه هو فيه أكتر منه كيف يشوفوا الستاتيستيكس كيف بهذا الوركشوب اللي مرة عملنا مع جوزيف سوشال ميديا ان جانرال بهذا الوركشوب زدنا الاس اي او الاس اي ام مثل مقلات السيرتش أنجن ألاليتيكس والسوشال ميديا استاتيستيكس تحت تالي يعرفوا كل شيء عن الداعيات وكيف يسوقوا على الحال كل المهتمين بدون يقتوا تفاصيل أكتر معهم تقريبا ساعة اليوم الأحد لحتى يتصر رح نقول بآخر اللقاء بس بس في من تصلوا من هلأ شو نعطرون خلال هالساعة الناس اللي بيتسجلوا هلأ رح أتركك أنت بالآخر تخبرون لأنه فيه شيء حلو رح يكون بآخر بخلال هالساعة نحن نقطع سريعا على ثلاثة ووركشوب البقية اكزاكت لي بدنا نحكي عن الايفانت ديزاين او الايفانت مانجمينت لأول مرة رح نعطى هيدا الوركشوب عنا بالأكاديمية يلي هو مهم لكل شخص بحب يحب يحضر الايفانت هو لحاله يلي رح يعتبر هالصف هو إليه عقيقي من سنة 2004 رسم مفهوم جديد للأنترتينمنت والإيفانت بلاننج والشوز والسيرفزز بروداكشن بمستوى رائع جدا غير المفهوم إليه مش بس عنده خبرة 12 سنة بالإيفانت كمان حامل شهادة جامعية من اليوكاي بالإيفانت مانجمينت بالإضافة لأنه بيدرس بجامعة البلماند هالمادة بالزيت بإضافة لخبرته بهذا المجال من خلال آلاف الفاستيفل والكونسرت والإيفانت اللي كان هو فيهم واللي كان سوبر لامع فيهم حده لإليه رح ضيف خبرة المتواضعة لعشر سنين رح نشوف كمان كيف بحضره المؤتمرات الكوربرت إيفانت الكولوكيوم الودينج كمان ورح يستضيف إليه دايما كيترينج معروفين فلورست معروفين وحتى إيفانت ديزاينر وأي شيء بتعلق بالإيفانت ممتاز وبنا نقول أن الدورات بتنطلق بأوائل أيار وهي لمدة خمس أسابيع صح هي لمدة خمس أسابيع بيختلفوا التفاصيل على الويب سايت والسورش الميديا بس مبدئيا فيه انتنسيف كورسز بتكون ثلاث مرات بالجمعة ثلاث ساعات كل مرة وفيه بيكونوا وانشوت أو كل ثبت أو كل ثلاثة هيك على خمس أسابيع رح نروح على البعض في تالت ويركشوب تالت ويركشوب أنا شخصيا محمسة عليه كتير هو البودي لانجوش والأتيكات والريلوكينج أو الستايل ميكوفر هالوركشوب مقصم على هول التو ساجمونت رح نعطيه أنا ورولا كاعدة رولا كاعدة الفاشينيستا الحلوة الكلاسي المهضومة التي تميزت بستايلها الكتير مميز ورسمت لها خط كتير حلو حاب هالمرة تشاركنا خبرتها وتعطيها لكل شخص مهتم بهذا الموضوع حاب أقول لها يلي ما بيعرف رولا الكونسالتنت بيرسونال شوبر وكمان ديزاينر لأنه عندها هرون براند هيدا الوركشوب بيكون للأشخاص يلي حابين زهقوا بركة من حالهم أو ما بيعرفوا كيف يهتموا بحالهم كانوا بيشتغلوا بالتيفي أو بالميديا أو بأي مجال تاني أو جس تيك لألوان تحت تلك يعرفوا how to mix and match colors أي تيب يلبقوا لأي إيفانت شو ما فرود ألبس شو ما مفرود ألبس الميكوف الشعر أي قصة بتلبق الألوان أي برحلة أي ما برحلة كيف نستعمل نفس التيب بطريقة زكية مرة تانية وما ينعرف أنه رجعنا لبسنهم هنا زيتهم بإضافة الأكسسيريز وإلى خيره كمان الاتيكات والبادي لانجوج نتعلم إذا رحين مثلا على انترفيو كيف بدنا نلبس شو بدنا نعمير كيف بدنا تمانج أور بيهيفيور حتى لا نبين موترين مثل ما أنا موترة شوي يعني القصة لذيذة وبتهمك كثير من الناس معيك وزيت ومع زميرتنا هكذا بيكونوا قبضيت عن الموضة كل البراندز والريتيلرز رح يعرفوا شو دارج ومش دارج إذا هالموضة فعلا دارجة بتلبقلون ولا ما بتلبقلون أو كيف يلبسوها تتصير بتلبقلون كل المهتمين فيهم وتصلوا هلأ على وخلال الأسبوع لحتى يتسجلوا بالدورات الجديدة نروح على الوركشوب الرابع يلي هو يلي هو الفوتوغرافي الفوتوغرافي هي باسيون إلي يعني معروف أنه إذا ما في باشن لهذا الشيء ما بيطلع منك هي فن بحد زيتها كيف إذا كان يلي عم بعلما هو بحد زيته شخص بيحمل كتير جويز بسبب هالباسيون يلي عنده إياها للفوتوغرافي رجي مكرزت بغنى عن التعريف الأورد يلي حملون إن كان من رويترز لبيك أوف دي يير إن كان من بغيماتش لكوفر بيج بست فوتوغرافر يو ان دي بي ميديا أورد للسستينبل ديفالبمنت وغيرهم كتير رجي عامل أكثر من 15 معرض عالميا وكلهم تموا بنجاح وعنده كتبين كتير حلويا بالصور في ثري دي بيحكي عن التاريخ الإنسانية عن السقافة فرجي حب هالمرة يشاركنا ويعلمنا كيف ناخد الصور بطرق مختلفة كمين تيبس للصور البروفيسيونال وللصور يلي اليومية دي تو دي بيكتشور وأكيد اللايتين والفريمي والكمبوزيشن إذا كنا عم نصور بكاميرا 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 عادية أو حتى بموبايل تأمل على سوشيال ميديا أو ما ممتاز هاو الأربع اختصاصات جديدة أربع ويركس شوبس جديد بي ديركتر سكات بي انتلييس رح نرجع نذكر بثلاثة اختصاص اللي بتاعت بعزوا كبين عالبيك لأنه كانوا شكلوا الانطلاقة لها الأكاديمي أكيد بتخيل كنا عم نشوف عم يقطعوا كل الوقت أوكي الصور شوي عم نشوف كيف صار كيف استقبلنا سلابرتيز لشاركوا هلأ رح يقطعوا أوكي هلأ رح نشوفون رح أحكي عن الأديتينج الأديتر هو فنان طويل البل يعني هو شخص اللي بيشوف الأشياء اللي نحنا ما منقدر نشوفها نيكولاتا بال بروموشن بروديوسر بالأم تي في وسينير أديتر بيعلم كيف بيصير الشغل على الأفد والأدوبي بروميار بآخر الوركشوب بيكون التلميذ قادر جاهز أنه يعمل لأي بروموشن أو أي بقدم بروجيكت وإن فاكت بدي أول شغلة في أشخاص تفوقوا وعم يشتغلوا حاليا معه لنيكولاتا على البروموشن والسيجمنت بأم تي في ممتاز شدتنا في مجروحة لنيكولاتا ولكل الإكيب هون منروح على الإخراج إذا بدك منروح أنا كتحبي أحكي عن التيفي بريزنتينج حتى تريحني شويل أنا أنت فيك تحكي معك التيفي بريزنتينج أنا بدي أسألك أول شيء كيف عم بيكونوا الأشخاص اللي عم بيجوا على التيفي بريزنتينج أنت بتشوفهم أكتر مني دايتو دايت عندك ومعهم أكتر رح أسمح لحال إحكي عني وعن زميلتي كاتيا ووندا اللي عم نفلم عليها كمان يعني هالإكسبرينس اللي عم نتشاركها سوى أنه نلخص شو نعرف بمجال تقديم التلفزيوني إن كان كاتيا وإن كان أنا بكل هال لعشرين سنة خبرة هي تجربة مش بس أكاديمية هي تجربة إنسانية حلوة ولذيذة مثل ما اللي عم يجوا عم نتعلق فيهم كمان هني عم يتعلقوا فينا مظبوط أنا حتى لمست هالشي بيدلوا بعدين يدلوا يطلوا ويدلوا يجوا ويدلوا جاربوا يعملوا جادرينجز معكم ومع الدار نحنا عم نشوف كوزات يعني مشاهد من الدورات ومشاهد كمان من الضيوف شفتنا زميلة ديانا فخوري قطعت وشفتنا طلاب كمان دخلوا مجال الإعلام بعد الوركشوب يلي عموا فيه وصروا فرصة بعالم التلفزيون كريستينا صار عندها سجمنت لائلة بأحدى التلفزيونات حاب نتجي كمان تخبر هذا الشي للتلميزي اللي كانوا سجلين هلأ بهذا الوركشوب أكيد ما بدنا ننسى أنه مش بس اللي حابين يكونوا بالتيفي أحيانا أي شخص بيقوم بنادوات بمؤتمرات وحاب يطور هؤلاء المهارات اللي عنده تيصير يكسر هذا الحاجز بين الجمهور أو الكاميرا لونك هذا الوركشوب بيكون موجه لأله ما بدنا ننسى أنه هذا الشي بيفتح لهم مجال حتى يختبروا ويزوروا ستوديوية الامتي في وبرامج اللايف والمصورة كمان ويجوا لعند وحتى بيختبروا الإيربيس واللي صعب تيشوفوا حالهم إذا بيلاقوا حالهم مظبوط أو لا وحتى نحن بنطلب بنا بالشركة أنه نوديلهم كاستينج ومبدئيا كثير عالم بيروحوا على كاستينج وهون بتبين هنا شطرتهم وموهبتهم يعني نحن منكون عملنا دي علينا أكيد رح نختم بالديركتينج رح نختم بالديركتينج الهدف مع كاميل تانيوس بهذا الوركشوب هو أنه يوجه الشخص يلي مهتم أنه يصير مخرج برامج يعلمه كيف تكون أصول لإخراج البرامج التلفزيونية ليوصل ويصير تيفي ديركتر ناجح رح يكون متمكن من السيطرة على أي شيء بيصير على السات ويصير يطور الخيال يلي عنده لأنه هي فيها بارت من الخيال تيقدر يشوف المشهد كيف لازم يوصل بأحلى صورة قبل ما يطلع إدارة فريق العمل الكبير وراء أي عمل ناجح يطلب كثير مجهود من الشخص الذي هو اسمه المخرج بيبدأ من المزيع ولكل الكرو اللايتينج الساوند الكاميرا الالأديتورز كلهم من البري بروداكشن للبوست بروداكشن كمان هذا البركشوب كثير مهم وكمان إن شاء الله بيتم كمان بالنجاح وأكيد كاميل عم بيحط كلها التجربة بعالم التلفزيون الغنية والكبيرة والناشحة بتصرف كل الناس اللي حبين يعرفون مزدود كوزات أنا أشكر حضورك معنا مرسي إليا أنا بدي تسمح لي أشكر بس إكيب سوشال ميديا يلي بتترقصه مايا عكرة عم تعمل أفرت كتير كتير مشكورة عليه وبدأت شكر سعيد فرحي اللي ساعدنا كمان بالفوتوغرافي وكل الإيكيب كل التيم اللذي قبل ما نختم معشر ثواني بعد تنقول إنه لكل يلي بيتصوا من هلأ لساعة بـ ديركتور سكات عندهم سباشل برايس للدورة اللي جاية بس خلال هالساعة الأرقام قطعوا ومتمنى لكم موسم حلو وبتوفر معك أحلى وصحلى فيك بـ ضيفنا المميز والكبير الأستاذ رمز النجار بجولة على عالم الإعلام والإعلام فنضوئ أكتر على كتابه الحركة والسكون بعد البريك